مقتل ثمانية عشر شخصاً على الأقل وإصابة خمسة وعشرين آخرين بجروح خطيرة في حادث استضام حافلة كانت تقل مسافرين بشاحنة لنقل الحصة قرب العاصمة الروسية موسكو السلطات المحلية بشرت تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث فيما أكدت التقارير الأولية أن الشاحنة كانت تسير بسرعة فائقة القائم بأعمال نائب عمدة موسكو يقول قائد الشاحنة أرميني ويبلغ من العمر ستة وأربعين عاماً لقد غرم العام الماضي ستة مرات لمخالفات ارتكبها وعلى شبكة الأنترنت سم نشر هذا الفيديو الذي يظهر مدى قوة استضام الحافلة بالشاحنة التي فقد سائقها السيطرة عليها أحد شهود العيان يقول لا توجد علامات على الأرض تعكس استخدام الفرامل لكن الشاحنة انحرفت عن مسارها الصحيحة وزارة الطوارئ أكدت أنه تمت الاستعانة بمروحيتين ومائتين وثلاثين رجل إنقاذ وثلاث سيارات إصعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العاصمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر